بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ازايكم يا احلى مطابعين في الدنيا فضلا وليس امرا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس النهاردة هنتكلم عن القهوة وهنعرف فوائدها واضرارها سواء كنتم تفضلون القهوة سكر خفيف او مزبوط او سادة ففي الحقيقة كلنا نحب القهوة ولا غنى عنها ولكن عدم الافراط في تناولها لان لها فوائد واضرار هنعرف الفوائد الاول 1- خفض فرص الاصابة وممرض السكري بمعنى وجد ان خطر الاصابة بالسكري من النوع الثاني لدى البالغين الذين يشربون القهوة بنسبة كبيرة اقصر من 30% من الذين يتناولونها بنسبة بسيطة 2- محاربة الجزور الحرة بمعنى كثيرا ما ننسى ان القهوة في الواقع هي نبات مثل اي نبات اخر وحبوب البن تحتوي على مواد طبيعية يتغذى عليها الجسم اضافة الى انها تحتوي على اكثر من الف مركب طبيعي من المواد الكيميائية 3- النباتية التي تعزز مناعة وصحة الجسم وفيها من هذه المواد الكيميائية النباتية التي تعد مضاد للاكسادة التي تحمي خلايا الجسم من ضرر التأكسد الناجم عن الجزور الحرة 3- تحسين الزاقرة والادراق بمعنى ان الاشخاص الذين يشربون القهوة التي تحتوي على القافين في الصباح قاموا بتنفيذ المهام المتعلقة بتعلم معلومات جديدة بشكل افضل حيث من الممكن للقهوة ايضا تحسين الوظائف الادراقية مع التقدم في العمر ووجد ان الدمج بين القهوة وشيء حلو اعطى التأثير الاقصر فاعلية فالدمج بين الاسنين يسهم في تحسين القدرة الادراقية مع تحسين الزاقرة على المدى القصير 4- مصدرا جيد للفيتامينات والمعادن بمعنى تحتوي القهوة على العديد من الفيتامينات والمعادن كالماغنيسيوم والبوتاسيوم والياسين والكولين وغيرها 5- تعزيز اليقظة بمعنى اثبتت الدراسات العالمية ان شرب القهوة يزيد من افراز هرمون الادرينالين الذي يقلل من الشعور بالنعاس ويعزز اليقظة لفترات طويلة 5- تقليل اخطر الاصابة بامراض المرارة بمعنى ان شرب القهوة يقلل من ظهور الحصوات التي تسبب مرض المرارة لدى الرجال والنساء 6- المساعدة على خفض مستوى الكوليسترول بمعنى انه عند شرب القهوة يوميا يعمل على خفض مستوى الكوليسترول والبروتين 7- الدهني والدهون السلاسية في الدم 7- تعمل على خفض ضغط الدم 8- تقليل خطر الاصابة بمرض بارنكسون بمعنى مرض البارنكسون هو اضطراب في الجهاز العصبي بشكل تدريجي ويؤثر على الحركة ويسبب رعاش في الجس اثبتت الدراسات العالمية ان شرب القهوة يوميا يقلل من خطر الاصابة بهذا المرض 9- تقليل خطر الاصابة بسرطان البروستاتا 10- تقليل خطر الاصابة بمرض سرطان المسانا 11- تعزيز القدرة المعرفية لدى كبار السل 12- تقليل الاصابة بمرض بطانة الرحم 13- تقليل خطر الاصابة بمرض النقرس ومن اضرار الافراط في شرب القهوة وليس شرب القهوة نفسه لان شرب القهوة ليس مضر ولكن الافراط فيها هو المضر 1- يرفع نسبة الكوليسترول 2- يؤثر على نسبة الكالسوم 3- تقلل من مستقى امتصاص الجسم الحديد 4- تقلل من نسبة امتصاص الزنك في الجسم 5- الاضطرابات عند النوم 6- اضطراب الكولون العصبي 7- تزيد من معدل نبضات القلب 7- والاضرار دي طبعا للناس المفرطة في شرب القهوة 8- وهناك ابحاث علمية اثبتت ان في مجال القهوة الصغير 9- يحتوي على الكافين بنسبة تتراوح ما بين 50-400 ميلي جرام لكل كوب 10- كوب من القهوة 10- ولذلك يجب عدم تناول اكثر من 4 اكواب في اليوم 10- للبالغين 11- واسبتت الدراسات العلمية ايضا ان الافراط في شرب القهوة للسيدة الحامل 12- يؤدي الى زيادة خطر الاجهاد 13- او ولادة جنين ميت 14- والولادة المبكرة 14- بسبب اخذ الجسم كمية كبيرة من القافين 15- اما فوائد كشر القهوة 15- واحد 16- ينشط الجسم 16- اتنين 17- يحد من الشهية 17- تلاتة 17- يحتوي على مواد تساعد في حرق الدهون 17- اربعة 18- يضر البول 18- يلين حركة الامعاء 19- ستة 19- يحسن عمل جهاز الهضمي 20- سبعة 20- يترد 21- تمانية 20- يساعد في التخلص من غازات البط 21- تسعة 21- يزيد من قوت الشعر وكسافته 22- تسعة 22- عشرة 23- يمنح الشعر الداكن لونا غنيا 23- حداشر 23- زيادة طول الشعر 24- ومن فوائد شرب القهوة على الريق ايضا 24- ولكن بدون افراط 25- ما يلي 24- واحد 25- تعزز الاداء البدني 26- اتنين 26- انقاص الوزن 27- ثلاثة 27- حرق الدهون 28- أربعة 28- تساعد على التركيز 29- خمسة 29- التقليل من خطر الموت المفاجئ 30- ستة 30- الوقاية من السرطان 30- سبعة 31- الوقاية من مرض بارينكسون 31- وكده نكون عرفنا ان فوائد القهوة كثيرا جدا 32- ولكن الاضرار لا تأتي الا عندما نفرد في استخدامها 33- وهذا حال اي افراط في اي مأكل او مشرب 33- تكون اضراره اكثر من نفعه 34- لو انت وصلت معايا لحد هنا في الفيديو 35- فضلا وليس امرا الاشتراك في القناة 36- وتفعيل زر الجرس واللايك الجميل 36- علشان يوصلك مني كل جديد 37- واشوفكم في معلومة جديدة 37- والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 38- ترجمة نانسي قنقر